موسيقى السلام عليكم و مرحبا بكم جديد في قناة شاف ليلا قاستخونومي كنت منا يربي تكونوا باحسن صحة واشية اليوم ان شاء الله سنحضر معكم و افخاد ديال الجاج لي كيجي من الاد و اروع ما يكون من شوية للفحم بطريقة جد بسيطة و مكون جد بساطة لكن فعلا كيجي و هائلين فكنت مني لك انتم اول مرة كتشاهدوا هذا الفيديو و كتشاهدوا القناة ديالي تنقول لكم مرحبا بكم اشتركوا في القناة بالتقطع لزل الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو ابوني او سبسكرايب و بتفعيل الجرس بشي يصلكم كل ما هو جديد عبر القناة فبسونا على البركس اللي هم بدأوا بالمقاتل و طريقة تحدي و فرجهمه اذا المكونات اللي غدين استعملوا فعدت خدات ديال الجاج فعندي هنا يعني في خد ديال الجاج لي غسلتهم من قبل مزيان زيان بالماء و الملحة و شوية ذي سكين جبير و كذلك شوية ديال دقيق الابيض و نفلحهم هكذا من الواسط يعني كان ناخدوا سكين و نضربوا الجوانب ديالهم حتى كي وليلنا على شكل شريحة بحل صدر ديال ديال الجاج كيف كتشوفوا كان نحاولوا انا نفلحوا باش من الواسط كذلك يطاب لنا مزيان عندي التوابل اللي غادي استعمل بصلة صغيرة اللي غادي نشلضوها عندي كذلك اه المادنوس اللي هو مفرو كناخدوا البصلة اللي كان نفرموها مزيان بشكل ناعم صافي من بعد ما قلتنا البصلة غادي نضيفوا اه سنوف ديال التوما هكذا غير راس واحد ديال التوما غادي نحكوه في الحكاكة رقيقة او لا ممكن نستعملوا الا 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 ديال التوما فكيبقى حاجة اختيارية كذلك غادي نضيفوا بشرة ديال الليمون الحامض كنحكوه القشور ديال الحامضة هكذا صغيرة وهي نفس اللي غادي نعاود نقطعوها على الجوش وغادي نعسروها على الجاج هاد الحامض كيعطي واحد كيخلي الدجاج يجي نفتي الا ما كناش كن توفروا على الحامض فممكن استعملوا حتى الخل ثم غادي نزيدوا المعدنوس المفرون المعدنوس فقط بوحد يتوب لما كنضيفوا القصبر غادي نضيفوا كذلك التوابل بما فيهم التحميره هنضيفوا هاد المعلقه صغيرة عامره ديال التحميره كذلك غادي نضيف شوية ديال يبزر او للفلفل الاسود حتى هي واحد المعلقه معه مراش صغيرا طبعه نضيف شوية ديال كامون ثم غا نزيد هاد التوابل ديال المشويات او للمشاوي اللي كيتبعوا جاهزين في كارفور او في المحلات التجارية الكبرى فهاد الخليط ديال التوابل ديال المشاوي كيتابه واحد المضاق هائل في جميع الوصفات ديال المشاوي سواء السدر ديال التجاج سواء الفخاد سواء الحم اي ان كان غا نضيفوا الملحة حسب الدوق من طبيعة الحال ثم عندي هنا يا ياغورت طبيعي اللي غادي نضيفوه كذلك للفخادات ديال التجاج هادي ياغورت فاكاتي كذلك وحد المضاق هائل ممكن اضافة شوية ديال الخرد الاولى المطاب لكننا كنبغيوا للمضاق ديالو ثم غا نزيد واحد الجوج معلق كبار ديال زيت الزيتون من الاحسن استعمال زيت الزيتون كذلك ممكن استعمال لحتى زيت المائدة مش مشكل سوفيو غادي نشرملوهم مزيان يعني نحاولو اننا ندخلو هذك التوابل كلها في هذك الفخادات ديال جاج نحكوهم زيان بذك التوابل كلها سوفيو من بعد ما كنشرملو هاد الفخاد ديال الجاج مزيان غادي ناخدو واحد البلاستيك غدائي غادي نغطيو بي هاد الفخادات ديال جاج وغادي نخليوهم يرتاحو من الاحسن من الاحسن انهم يباتو ليلة كاملة باش كده يتشرب ليلة ذاك العطرية اذا من بعد ما كنخليو الفخاد ديال جاج كيرتاحو يعني كده قلت لكم من الاحسن يباتو ليلة كاملة باش كايتشرب لنا هذك التشرمولة مع الفخاد فغادي ناخدو شوية اللي غادي نشويو فيها هاد الفخيضات ثم غادي نبدأو نوضع الفخاد فوق الشوية من الشكل كيف ما وريتكم يكونوا يعني مسطحين او لمفتوحين باش كايتشوو ليلة حتى من الداخل يعني ما نحطوهم مشوو ممجموعين فعاك نوضعوا واحد حتى واحد مش مشكلة وخاي يكونوا ملاسقين في بعديتهم راهم كايتشووو عادي لان هم داجر هم تشربين هذك العطريام زيان فكي جوفتين فعنكمل بهذا الشكل حتى نعمر شوية كاملة سافي فمن بعد ما عمرت شوية ديلي كاملة بتشكل غادي ندوزوا باش نشويوهم طبع حال مكين ما احسن من الفاخر او للفحم فغادي نشعل الفاخر ديلينا وغادي نحطو هذك الفخاد ديلينا وغادي نحطو هذك الحال يكونوا انا عافية مهي لا نحاولو ان انا ما نجهدوش عليهم العافية باش كي طيبوا على خاطرهم ومرة مرة كامقوا نقلبوهم حتى كي تحمر لنا هذك الفخاد ديلي جاج وكي نحطو بانهم طابو ونبيكيهم هكذا بالموس فعلا كانوا طيبين رغادي نعرفوه ونزولوهم ونزولو باش نشوفوهم الشكل نهائي ديليهم اذا هذا هو الشكل نهائي ديلي فخاد من بعد ما شويناهم كي يأتيوا على هذا الشكل كي نخليهم حتى كي يكتسبوا ذاك اللون اللي هو دهبي او لابني ففعلا كي يأتيوا من الاد واروع ما يكون كنتمنى انكم تجربوهم لانه فعلا كي يستحق التجربة وكيف شفتو فهم ومكوناتهم جد بسيطة فكنتمنى لعجبكم الفيديو وعجباتكم الوصفة ما تبخلوش علي يبلي لايك وتبقى تجيو هاد الفيديو مع الاهل الاصدقاء ديليلكن كذلك كنتمنى انكم تتركو في القناة بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل الجرس بيجوصلكم كل ما هو جديد عبر القناة خليتلكم راحة والى وصفة قديمة وفيديو قادم باذن الله